اشتركوا في القناة خلينا نأخذ اخر موضوع في الجهد الكهربائي اللي هي السطوح تساوي الجهد اكيو بوتينشال السيرفيسز كثير سهلة وكثير بسيطة يلا نتبع مع بعض ونأخذ ملخص لكل اشي اخذناه في قبل طالوا معي جماعة الخير هون خلينا نأخذ ملخص الدرس والمرة القادمة نسو الله منحللك الاسئلة حكينا طاقة الوضع وفرق الجهد او حكينا اذا ما تغير الطاقة الوضع بالنسبة لوحدة الشحنات الموجبة هذا شو بيعمل فرق جهد فدلتا في نساوي دلتا كي يو لتغير طاقة الوضع على كي زيرو اللي هي وحدة الشحنات الموجبة وبعدها حكينا انه والشغل هو تغير الطاقة الحركية او طاقة الوضع نفسه اخذنا الفصل الاول حكينا انه وحكينا اذا بدك تجيب الشحنة من المال لنهاية يو يساوي وكيو في بي احفظوا للقوانين حفظ يعني سهل الامور في مجال منتظم الشغل من اي لبي كيو في بي اي بي بي نفس الاشي بقول لك صحيح مئة بالمئة طيب ولو حكي لك بدي فرق الجهد كان لك فرق الجهد من هاي اشتقاق العلاقة وبتلقى انه هو اي دي الذي هو المجال في الازاحة اللي قطعتها في كوصان الزاية ما بين اي وبي وبعدها اخذنا الجهد الكارباء الناشئ عن شحنة نقطية حكينا هي لشحنة واحدة لو كان عنا اكثر من شحنة طبعا هو البعد من الشحنة الى النقطة اللي بدك تحسب عندها فرق الجهد لو كان اكثر من شحنة ما تنسى نتحط المجموع الجبري يعني الموجب موجب والسالب سالب ما خاصنا وباجمحهم بسويهم جبريا كيو واحد الار واحد كيو اثنين عار اثنين كيو ثلاث على ار ثلاث بعدها اخذنا الجهد الكاربائي لموصل كروي مشحون نقولنا شدة المجال دائما تساوي ايه صفر داخل الموصل الكروي وحكينا بدأ منه شدة المجال داخله صفر فمعناته فرق الجهد دائما ثابت لداخله وهذا ما نسميه فرق الجهد المطلق داخل وخارج له دائما فرق المجال صفر وبعدها حكينا اذا بدك تحسب فرق المجال لموصل كروي قال لك كيو على ار اللي هي نصف قطر هذا المطلق او على ار اذا كانت المسافة اكبر من نصف القطر بهذا الشكل لو كان عندك كرتين مع بعض ما تنسى انه في مطلق زائد في حثي في واحد اللي كيكيو على ار ونفسه كيكيو اثنين على ار اثنين من الكرة الثانية هذا الحكي كلها تلك يا جماعة الخير لازم تكون انت مسيطر عليه وفاهم شو بصير وكيف حالينا المرة الماضية بهذا الشكل طيب اليوم بدنا نشوف سطوح تساوي الجهد من اسم العنوان يعني لاحظ ان هاي السطوح شمال الجهد بيكون عليها بيكون عليها متساوي طيب هون البهمني يلا خلينا نعلم وبعدها ناخد سؤال ونكونوا مخلصين الحصة حصة اليوم سهلة وبسيطة ما هو سطح تساوي الجهد اللي هو محل هندسي باختصار يعني اي اشي هندسي لجميع النقاط المتساوية في الجهد الكهربائي اي انه شماله دلتفي عليه صفر بين اي نقطتين على السطح طيب وفيه ترابط بيقولك بهين سطوح تساوي الجهد وخطوط المجال الكهربائي وخط المجال الكهربائي عند اي نقطة على سطح تساوي الجهد تكون ايه عمودية عليه طب ليش لانه بيعطيك ايه صفر وبين الشكل ادنى سطوح تساوي الجهد لتوزيعات عدة من الشحنات نشوف الشكل وبين الشكل ادنى سطوح تساوي الجهد لتوزيعات عدة من الشحنات تبدأ تبدو على شكل سطوح كروية تحيط بشهنة نقاطية او موصل هاي هم الايه السطوح هاي الكرو هون هاي هون شحنة طالع كيف طالع من هالمجال الخطوط الازرق المخطط هي سطوح تساوي الجهود يعني على الدائرة الزغيرة هاي المخططة بيحكي لك انه هذا سطح كل جهود في نفس الاشي وعلى الدائرة الكبيرة الزرقة هاي انه عليها ايه نفس الاشي وكذلك هاي هون ايضا شحنتين مع بعض هاي ضل بينهم تجاذب بنفس الطريقة شايف كيف سطوح الجهود طلع كيف سطح تساوي الجهود دائما عمودي على المجال دائما شو بيكون عمودي على اتجاه المجال طيب لاحظ سطوح الجهود شو ماله لا تتقاطع ليش لو تقاطعت لكان الجهود اكثر من قيمة عنده نقطة التقاطع وهذا بتعارض مع تعريف سطح تساوي الجهود لانه متساوي ولاحظ انه سطوح تساوي الجهود دائما متعامدة مع خطوط المجال ليه عشان يعطيك صفر حكينا قبل شوي يوم ما قلنا في اي بي شو يساوي اي دي كو ساين فيتا طيب يوم ما بكون عمودي اي دي كو ساين القدي 90 درجة ويساوي صفر فبتكون تديروا بالكم دائما يتعامد مع خط المجال مع الازاحة كما هو مبين في الشكل الات اذا شو مطلوب دي اكتعرف انه خطوط تساوي الجهود جميع النقاط بيكون فيها جهود متساوي جهود الكهربائي يعني دل تبيع عليها الصفر ودائما سطوح تساوي جهود تكون عمودية على اتجاه خط المجال نطلع على مثال خمسة سهل ايضا جدا تحرك الكترون من النقطة A الى B على سطح تساوي جهود فبذل المجال الكهربائي شغل مقدار وقدس شغل هاي جد ما يأتي VBA طيب طلعوا يا جماعة الخير راح من وين من A الى B بهاي الطريقة الجسم وكان هنا اي سطح تساوي جهود طيب انه شغل وتقول الشغل من B الى A يساوي Q في VB الى A صح ولا لا تجي بتحكي مئة بالمئة طيب الشغل معطيك اياه ومش معطيك اياه بتحكي 3.9 4 في 10 سالب 19 Q الى جماعة الخير ذاك تدير بالك انه الى الكترون فهي 1.6 في 10 سالب 19 ذاك تكون حفظها VBA VBA اقسم على هاي واقسم على هاي اذن VBA الى A شو ساوي 2.4 6 2.4 6 تابلد طيب اتنين بدي VC لا ايه VC لا ايه لاحظوا يا جماعة الخير اللي بديه يركز VC لا ايه يساوي VB لا ايه ليش تساوي جهد صح ولا لا C على نفس الخط وايه على نفس الخط فايش متساويات للجهد فنفس فرق ايه الجهد بيكون بينهم هاي سطوح تساوي جهد موجودة على السطوح تساوي جهد فمنه VC للا ايه ساوي اتنين فاصل اربعة ستة فولت ثلاث VC لا بي يساوي صفر ليش صفر يا جماعة الخير لانه تساوي جهد على نفس السطح طيب تقولوا شو فرقة هاي عن اللقاب الجماعة الخير هون بين C وايه احنا عسبنا بين B وايه B و C نفس الجهد فنفس الفرق بين C وايه زي B و A لكن VC لا بي نفس الجهد بناتهم فبش فرق فمناته ايه صفر لانه على نفس السطح تساوي الجهد هاده هو مثال خمسة ايه بتحكي لي بس هاده هو بحكي لك بس هاده هو يعني شو احنا بدنا نصنع يعني مش راح نصنع اي شي سهل الامور وبسيطة يا جماعة الخير بدياك ادير بالك هاي ايه صفر بهذا الشكل تساوي جهد بنفس الطريقة بس هيك فكرة الهذا لا يا جماعة الخير في انا افكار اكثر بديك ادير بالك انا هانا بس بأشرح مادة الكتاب ما بأشرح شرح رسمي خليني احكي الشرح الرسمي اوسع من هيك بكثير خصوصا اذا اناود تجيب علامة كاملة وانت بكون فاهم يعني اول اخر انت فاهم تتعبش بس عشان تجيب علامة كاملة يعني ذاك تكون حال افكار كثيرة الافكار الكثيرة في عندك مصادر خارجية في عندك ملزمات في عندك الاساذة الى اخرى انا هون يدوبنا اخلص لكم الكتاب ملت مع التوجيه فديروا بالكم يعني احفظ او افهم المبدأ بتريح حالك ما تخل الفيزياء بعيدة عنك سهلة المادة مش صعبة حل اسئلة الفصل وان شاء الله بتجيب علامة مائة منيحة حص زم حكينا بسيطة وسهلة قلنات السطوح تساوي الجهد لو من اللخصها دائما جماعة الخير متساوية في الجهد الكهربائي دلت في صفر على السطح بتكون عمودية عليه سطوح تساوي الجهد لا تتقاطع علل لان لو تقاطعت بصير في قيمتين للجهد وهذا بتعرض مع التعريف دائما متعامدة عشان يعطيك دائما صفر بهاي الطريقة عند سطوح تساوي الجهد دائما لاحظوا انت لا كيف شكلها دائما عمودية هنا بيجي دائري هنا بيجي دائري هنا بيجي خطوط مستقيمة عمودية على خطوط المجال وهذا مثال طبقنا في المفهوم نشوفكو ان شاء الله في درس قادم في اسئلة الفصل ادرسوا مني حالا اللقاء